عد الرئيس اللبناني ميشيل عون أن الاحتجاجات التي تعموا البلاد تعبر عن وجع الناس لكنه قال أن من الظلم اتهام كل السياسيين بالفسادة وذكر مكتب عون على تويتر أنه وجه الحكومة بأن تبدأ في الأقل باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضراً أم مستقبلاً واجتمع عون مع رئيس الحكومة سعد الحريري بالشكل المنفرد قبل عقد اجتماع وزاري عاجل لبحث الاحتجاجات التي دخلت يومها الخامس وطرح الحريري اقتراحات عدة لتهديئة الشارع أهمها تخفيض أجور الوزراء وتقلص مخصصات النواب فضلاً على إصلاحات أخرى